موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم أيها الأعزاء المشاهدون سيدات الكريمات وأسعد الله أيامنا وأيامكم بكل خير وبركات نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فلينظر الإنسان إلى طعامه الحمد لله الذي خلق الإنسان وزينه بالعقل والمنطق ورفعه على جميع الكائنات وصلته على جميع مخلوقات الأرض وجعله يميز بين النافع والمدر وأفضل تحية وأسكى سلام على حضرة المبعوث رحمة للآنام حضرة رسول الله وآله الكرام صلى الله عليه وآله وسلم أعزاء المشاهدين سيدات الكريمات ما زلنا وإياكم في معرض الحديث عن موضوع يتعلق بالأشربة المذكورة في الكرآن الكريم وأسرار الغذاء المذكور في الكرآن الكريم وخاصة ما يتعلق بالعسل والخل والسكر وما ورد في آية 15 من سورة محمد صلى الله عليه وآله حول موضوع الأشربة الأربعة وذكرنا أن سيد هذه الأشربة كان الماء والذي ورد ذكره في الكرآن الكريم حوالي 50 مرة ثم استعرضنا وإياكم أهمية الماء وكيف يمكن للماء أن يكون علاجا لعدة أمراض روحية عند الإنسان وخاصة في حال الغضب وذكرنا وإياكم بعض الأمثلة وبعض الأحاديث المروية عن آل البيت سلام الله عليهم أجمعين وانتقلنا للحديث عن موضوع اللبن والخمر والعسل وذكرنا أن الخمر المذكور في الكرآن هو غير الخمر الذي والعياذ بالله يذهب عقل الإنسان وسنأتي إلى موضوع اللبن ونتكلم أكثر فأكثر عن مسألة تتعلق باللبن حيث أن اللبن هو علاج كامل ومغذ كامل خاصة في أيام شهر رمضان المبارك وأهم خاصية من خصائص اللبن أنه يبعد عن العطش وهو فيه الفوائد الكثيرة على كافة الأصعدة سواء كانت الجسمية من كاليسيوم ومعادن وغيرها ولو أن الإنسان في أيام سحوره بالتحديد شرب اللبن مع بعض حبات التمر فإن يومه سيكون خال من المشاكل الصحية ووجع الرأس أو العطش وغيرها والحمد لله رب العالمين في أيام شهر رمضان هذا العام الوقت الإفطار قليل يعني يمكن أن يأخذ الإنسان على وقت السحور كوبا من اللبن مع سبع حبات من التمر أو سلاث حبات بحسب حاجة الجسم طبعا كي لا يتحول هذا التمر إلى سكر مضر نحن نريد أن نأخذ السكر المفيد من هذه الأطعمة الغذائية أيها الأحباء الأعزاء موضوع اللبن ورد عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله الأحاديث الكثيرة ونحن إن شاء الله وإياكم ذكرناها في الحلقة الماضية ذكرنا أيضا موضوع السكر والخل ولهذا الخل مواضع عديدة مثل أنه وليس طبعا الخل أؤكد هنا ليس الخمر المعروف نحن نأخذ الخل الذي يمكن أن نستفيد منه كخل التفاح أو خل التمر أو شراب التمر مثلا يمكن أن يحول إلى دبس دبس التمر مفيد جدا كذلك خل العنب والذي نستفيد منه كربات منازل في موضوع الكبيس وما شابه أكد عليه حضرة النبي الأكرم بأنه يذهب البكتيريا الضارة من جسم الإنسان ويترك البكتيريا المفيدة لأنكم تعلمون أنتم أنه في جسم الإنسان يوجد بكتيريا ضارة وبكتيريا مفيدة للإنسان فنحن نعزز البكتيريا المفيدة والبكتيريا الضارة إن شاء الله يبعدها الله عننا وعنكم أجمعين وعن كل أحباب محمد وآلي محمد أحباء الأعزاء في حديث آخر عن موضوع الخل وهم بدي أكد على موضوع الخل بهذه الحلقة لأن ربات المنازل لابد أن تستفيد من هذا الخل في تعقيم الأطعمة أو الفاكهة والخضار قليل من الملح مع ملعقة من الخل يمكن أن نمقع فيها الخضار والفاكهة وتعطينا بالنتيجة الحالة الصحية المناسبة لأبنائنا يذهب عنها كل الأتربة بالإضافة إلى الطاقة السلبية الموجودة مثلا تذهب عن هذه الخضروات وهذه الفاكهة إضافة إلى التجفيف الجيد الذي يمكن للسيدة في المنزل أن تعتني بهذه الخضروات والفاكهة وتخزنها إلى أوقات طويلة خاصة في شهر رمضان المبارك لا تستطيع السيدة كل يوم أن تذهب إلى السوق وتشتري بعض الخضروات يمكن أن تستفيد من الخل والملح مع التنظيف الجيد مع التجفيف الجيد توضع هذه الفاكهة أو هذا الخضار هذه الخضار في علب بلاستيكية أو إذا لا يوجد لديك سيدتي العزيزة علب بلاستيكية ما هو متوفر في البيت مناشف قديمة لا تحتاجين إليها يمكنك أن تستفيد منها طبعا لكي تكون هناك طاقة إيجابية وطاقة روحية وطاقة معنوية مرتفعة في المنزل أرجو من جنابك يا سيدة العزيزة أن لا تستفيد من الألبسة الداخلية القطنية لأولادك في مثلا تنظيف المنزل أو في ترتيب الخضار والفاكهة أو لف الخضار والفاكهة لكي تحفظيها لوقت أطول لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن وإن تم غسلها تبقى طاقة الجسم موجودة فيها خاصة إذا كانت هذه القطنيات قديمة يعني ممزقة قليلا يمكنك أن تتلفينها بطريقة معينة طبعا بعد الغسل أؤكد على أن لا ترمى في القمامة قبل أن تكون هذه الثياب مغسولة والأفضل أن يوضع عليها بعض الملح الإداري بيعبروا عنه بعض الملح الخشن هلأ بحسب كل بلد ماذا يقولون لكن يوضع عليها ملح الخشن قبل أن ترمى طبعا بعد أن تكون قد غسلت الموضوع تشفيف الخضار والفاكهة ليبقى مدة طويلة عندنا بموضوع الخل والملح مهم جدا المناشف الصغيرة القديمة عندك اللي ما بتلبسية نحنا ما نلبس المنشفة إذا كان عندك هذه المناشف قطعي هذه المناشف حتى لا ترميها بحسب حاشتك ورتبي خضرواتك بكيس من النايلون أو بكيس من الورق كي أيضا نحافظ على البيئة ولا نرمي الكثير من النفايات وبالتالي القمامة تكون بعد حالات الإفطار بعد الإفطار بعد الغداء خاصة على موائد الإفطار تكون ما شاء الله عالية جدا سيداتي العزيزات بموضوع النفايات أريد أن أفتح مزدوجين صغيرين لأن شهر رمضان يدربنا على القيم سيدتي الغالية رتبي نفاياتك في بيتك وقومي بفرز هذه النفايات لعدة أسباب السبب الأول لبلاستيكيات ممكن أنت تستفيد منها بعدة أمور تدوير هذه البلاستيكيات لصناعة مزهريات لصناعة إبريق لري المزروعات إلى ما هناك أنت سيدة منزل ومدبرة ومربية يمكنك الاستفادة من هذه الأمور أما فضلات الطعام وأرجو كما ذكرت سابقا أن لا يكون الكثير من فضلات الطعام وخصيصا الأرز القمح والخبز يا أصدقائي لأننا وبكل أسف يتجه العالم اقتصاديا وإن شاء الله رح نتكلم عن الأمن الغذائي يتجه العالم يا سيدات الكريمات إلى شحن في هذه المواد القمح والدقيق يعني بالإضافة إلى الأرز ومشتقات الأرز وغيرها انتبهي كتير لا تبذري لأن شهر رمضان المبارك علمنا الاقتصاد وعلمنا عدم التبذير لما فيه مضرة للإنسان على الصعيد الشخصي وأيضا مضرة للبيئة هون كي لا نؤذي البيئة ونؤذي هذا الكون الفسيح وهذا الكون الذي يسبح بحمد الله ويقدسه علينا أن نخفف من هذه النفايات وإن كنا عندنا نفايات نفرز هذه النفايات لنخفف أيضا على البلديات موضوع الفرز وهكذا تكون ثقافة فرز النفايات تبدأ بقلب البيت من البيت تنتقل إلى المجتمع ومن المجتمع إلى كافة أطياف هذا المجتمع حتى تكون بيئتك وبلديتك ومنطقتك نظيفة هذا الأمر الأول الأمر الثاني عزيزات الأمهات أدبوا أولادكم ربوا أولادكم لا يضعوا أطعمة أكثر من حاجاتهم كذلك عم نحكي عن موضوع الخل بمقدار نضع على الطعام يعني مش أنه والله عنا خل كتير بنقوم بنكبل الخل كله سوا لا يا أصدقائي لأنه كثرته تؤذي أيضا فبدنا نعمل مقدار معين من هذا الأمر حتى كمان إذا كنت أنت عم تشتغلي بموضوع الخل وهون صراحة لفت انتباهي إحدى الأمهات السيدات الكريمات أنه بعض السيدات ببيوتهم بصنعوا الخل خل التفاح أو خل العنب بقلب البيت الأم بدأت حط العنب أو الخل بمنطقة معزولة عن الضوء يمكن تنسى هذا الخل هي ما بتعرف لاحقا يتحول إلى مادة يعني كأنها مسكرة لأنه مدة طويلة كأنها مسكرة لكن هيدا الأم ما بتعرف بتجي بتجيب هالخلات بتعصر هالتفحات وتعصر هالعنبات والتكلت على الله أو إذا كانت عم تشتغل الخل مثلا من التمر كمان نفس القصة ما بتنتبه السيدة في المنزل أنه هيدا صار فيه نسبة ممكن يكون حرام يعني لا يجوز شرعا هون بلفت عنايتك سيدتي العزيزة عودي إلى الإسلام المحمدي الكرآني عودي إلى أحكام الإسلام عودي إلى الأحكام التي علمنا عنها الإسلام الكرآني المحمدي بموضوع الخل كيف يتحول إلى مسكر والمقدار الغلي أو ما شابه طبعا لست بصدد أن أتحدث فقهيا بهذا الأمر أترك هذا الموضوع إلى أهل الاختصاص والخبرة ولكن نحن كمكلفين خاصة نحن كسيدات نصنع مونتنا ببيتنا لابد من الالتفاتة إلى هذه المقادير وما ننسى شو نحن حاطين من أدوات وأغراض حبيت أشير إلى هذه الإشارة بموضوع الخل على أهميتها أنتقل إلى الشراب الآخر وهو شراب العسال العسال يا أصدقائي ما هو وما فائدته لما نتحدث عن العسل أن العسل من النحل وهو سائل سكري لزج القوام أصفر اللون يجمعه النحل من رحيق الأزهار أو من صحيق الأزهار ومن الثمار بالتحديد ثم يجري عليه عمليات حيوية خاصة تكون في بطون هذه النحل هذا النحل بحسب ما علمه الله تبارك وتعالى وطبعا صورة النحل المباركة واضحة جدا الآية 68 والآية 69 حيث عبر ربنا تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فإذا كل هذه الأمور إلى آخره حتى أن هذا النحل لا يأخذ من الأزهار إلا ما هي الأنقى وما هي الأجمل وما يوضع في بطن النحل وأنتم إن شاء الله تعلمون أولادكم في صور جميلة جدا لموضوع النحل كيف يستخرج من صحيق الأزهار أو من رحيق الأزهار يستخرج العسل وكيف بيحوله وكيف بيدوره وكيف بيخبيه ببطنه وكيف تفرزه يفرز في الخلية بعد أن تعود النحلة إلى الخلية هذا مهم جدا أن يتعلمه الأطفال قصة حلوة لأولادنا قبل النوم من صورة النحل المباركة نعلمهم على القصص الكرآنية وبأكد على موضوع القصة قبل النوم للأطفال تربويا الآن بما أنه هم نتكلم فلينظر الإنسان إلى طعامه أيضا فلينظر الإنسان إلى ما يعلم أبنائه وما يقرأ أبنائه من قراءات متعددة وقصص متعددة لأنه كل ماذا تقرأ أقول لك من أنت كل ماذا تعلم أولادك أقول لك أي شاب وأي صبية سيكون في المستقبل قصص الكرآنية مهمة جدا حلوة قصة النحلة نخبرهم عنها السيدة نحولة الأميرة نحولة ما بعرف كل أم كي بتعلم أبنائها وبنحكي لهم قصة هذه النحلة وتعب هذه النحلة وتعب ملكة النحل وتعب الذكور النحل مثلا شو بيعملوا إلى ما هنالك بقصة قرآنية جميلة ذكرت لنا إياها صورة النحل المباركة كي لا نطيل بهذا الأمر وأنتم أهل إن شاء الله الفطنة والذكاء يمكنكم العودة والمراجعة أنا فقط أشير إشارات سريعة بما يتيح لي الوقت من إن شاء الله فائدة لي ولكم أعزائي الأحباء أيضا هذا السكر الموجود في العسل لأن بدي أنتقل لنقطة السكر وأهمية السكر والإقلال منه على قاعدة يعني الإنسان يموت بالأبيضين فنحنا بدنا نلتفت بهذا الإطار العسل فيه شفاء وفيه كما عبروا أهل البيت عليهم السلام أن العسل شفاء لمعظم الأمراض وخاصة تلك الأمراض المستعصية كما عبر رسول الله أنه تداوب العسل لأي مرض من الأمراض كذلك فيه الشفاء أيضا ولو بمقدار بسيط وصغير فإن هذا المرض بعض الأمراض تستخرج مثل البلغم وغيرها ما يفاتر مع العسل مهم جدا والزنجبيل أو غيره أحباء الأعزاء إن شاء الله وإياكم نلتقي في حلقة مقبلة نتحدث عن موضوع السكر والملح وأرأيكم بخير وعافية الله بأمانتنا نلتقي لنرتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته